ماذا نقول من أجل إبراهيم حبيبك وإسحاق عبدك ويعقوب إسرائيل قديسك إبراهيم حبيبك لأن إبراهيم أكتر واحد أعلن وإثبات أنه بيحب ربنا محبة محدش في البشر يقدر يوصل فيها محدش في البشر ده لو واحد فينا ربنا جه وقال له أنا هاخد ابنك الليلة دي هيقول له أنا مش عبدك تاني صح ولا لا ولا هدخل لك بيت ولا هدخل لك كنيسة لكن بعد مئة سنة يجي له ابن ومن صر اللي كان بيتمناها وفي الأخر يقول له خد ودعه بإيدك ويقول فقام باكرا قام باكرا يبقى إذن هنا أحبائي أعلن محبته الكبيرة ومحبته انسكبت فأصبحت محبة الله لإبراهيم أقوى من محبة إبراهيم لله إبراهيم رح يضحب ابنه لكن الله فدأ ابن إبراهيم بابنه الوحيد عشان كده بنقول له إبراهيم حبيبك طيب ايه معنى كلمة إسحاق عبدك لإن إبراهيم رمز للقاب والقاب قدم الابن فالإسحاق رمز المين للابن وكلمة إسحاق يعني سرور أو ضحك هذا هو ابن الحبيب الذي به سرر ويسوع عبد ليه لإنه أخلى ذاته وأخذ سورة عبد وأطاع حتى الموت موت الصليب أدي معنى كلمة إسحاق عبدك أما كلمة يعقوب قديسك لإن يعقوب ده كان أوحش واحد فيهم كان بيتقل على مخه وعلى عقله وعلى ذاته يعني لما تقرأ سرورة يعقوب ما يقولش الإلهي يقول إله أبي إبراهيم وإله أبي إسحاق طب وإلهك إنت لا أنا متعملتش معاه كتير أنا بس ندرت له ندر قلت له لو ربنا أكن وشربني وكساني وكساني أنا هاعبده في الحتة دي وياريت رجع يعبده درح شاكيم وسكن وولاده أتلوا أهل شاكيم فكانت حياة يعقوب كلها ضعفات لكن ربنا فضل ورا يعقوب ويدخلوا من مدرسة لمدرسة لمدرسة تجارب وتأديبات لغاية ما يعقوب تحول إلى قديس ويحضرني الآية اللي قالها يعقوب لابن يوسف وهو بيبارك أولاده قال إيه ليوسف قال له بركة أبوك فاقد بركة أبويا بركة أبوك اللي هو يعقوب فاقد بركة أبويا إبراهيم وإسحاق يعني إيه يعني الشعب لبقى شعب إبراهيم ولا بقى شعب إسحاق ولكن سمي شعب إيه شعب إسرائيل اللي هو يعقوب أى ستبع الصرف إسرائيل اللي هو عيني وينو fall